بمشاركة وفود عربية وإفريقية ودولية ناقشت هيئة الاتماد والركبة الصحية تحديات الصحة الرقمية في إفريقيا خلال مؤتمر الصحة في إفريقيا ودل استراتيجيات وشراقات وذلك للدور المتزايد لتكنولوجيا المعلومات في إتاحة تقديم الرعاية الصحية لبلدان العالم وبخاصة الدول الإفريقية بعد نجاح التجربة للعديد من الأنظمة الصحية ببلدان العالم وجدير بالذكر جدا أنه في القطاع الصحي عندنا المبادرة الرئاسية المهمة للتشخيص والعلاج عن بعض كمان بيروح في نفس اللاين مع التغطية الصحية الشاملة وبيخدم التغطية الصحية الشاملة بالذات بالنسبة للمناطق البعيدة والمناطق صعبة الوصول إليها تلاتة كمان بيخدم التواجهج للسراتيجي للدولة مؤخرا نحو السياحة العلاجية أنت ممكن تتواصل مع السياح مع السوق الكبير بتاعك في أفريقيا في أثناء اختيار الخدمة، الوصول للخدمة، تقديم الخدمة والمتابعيته بعدما يرجع بلده بعد الخدمة بجرد بإذن الله ما يطلع القانون أو التشريع احنا هنكون جاهزين إن شاء الله بالمعايير بتاعتنا كمان التطبيب عن بعض احنا ممكن نستخدمه كويس جدا في تسويق للسياحة العلاجية والكلام دي يبقى يكون كروس بوردر أو ما بين الدول والدول الأخرى وكمان عبر القارات والقارات الأخرى أعتقد أن هذا ساعد كثير جدا أننا نكون ساكسيس في المودل أو نموذج ناجح يحتز به إن شاء الله خاصة بعدما درسنا كل التجارب النجحة وعرفنا إيه اللي مش كويس وإيه اللي كان ممكن أن نتعلم منه ونستفاد منه ووصلنا تقريبا لرؤية مشتركة لتطبيق هذه المنظومة في مصر بأسس قابلة فعلا أنها تتحقق وبأسرع وعدها كما استعرض المشاركون أن التطبيب عن بعد نجح في إعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية لسنوات قادمة وذلك بإزدياد دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الخدمات الصحية بشكل كبير كاستخدام الذكاء الاصطناعية تطبيب عن بعد باستخدام تكنولوجيا الاصطناعي أحدى استفرى نوعية في تقديم التشخيص والعلاج لزاوي الهمم ومتحدي الإعاقة وبخاصة في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ونحن منظمة الصحة العالمية نعمل على دعم وتعزيز ذلك بشكل كبير منظمة الصحة العالمية عملت مع وزارة الصحة والسكان وكذلك هيئة جهار اللي هي عاملة مؤتمر النهاردة بتاع الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد في إفريقيا اشتغلنا مع بعض وسألنا كل الناس اللي عاملين في هذا المجال ايه رأيكم انه احنا نقنن التطبيب عن بعد في جمهورية مصر العربية من الأوجه المختلفة بتاعته الأوجه التنظيمية والأوجه السريرية والأوجه القانونية وبإذن الله يطلع قانون تبع وزارة الصحة والسكان في هذا المجال خلال سنة 2023 التحول الرقمي في القطاع الصحي بمصر وإفريقيا خطوة مهمة ستحدث نقلة نوعية في توفير الخدمات الصحية بما سينعكز بجعل الأنظمة الصحية أكثر كفاءة ومرونة في تلبيات احتياجات المواطنين محمد حلمي النيل اشتركوا في القناة